تستعد وزارة التربية والتعليم هذه الأيام للمشاركة الثانية في مشروع تحدي القراءة بالعربي بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث تبذل الوزارة والمدارس جهودا كبيرة للاستعداد لهذا الاستحقاق في دورته الثانية خاصة أن طلبة الوزارة ومدارسها قد حققوا في الدورة الأولى نتائج مشرفة ومن مظاهر هذا الاهتمام والاستعداد رياض زيادة الطلباء المشاركين في هذا التحدي من 18 ألف طالب العام الماضي إلى 23 ألف طالب هذا العام محمد رشيدات والتفاصيل لم يكن يوما لتتساوى فيه منزلة الذين يعلمون من الذين لا يفخهون في العلم شيئا ولم يكن يوما لتعتلي فيه الأمم سدة النماء والرفعة لو لا علو فكر شعوبها المتأهبة دوما لخوض غمار معركة تضمن الغلبة لها ضد شبح الجهل هذا المثبت لعزيمتها والقادر على الإطاحة بكيانها إن لم يكن في خزينتها ذلك العتاد المعرفي المستند بوفرته على القراءة وطلب المعلومة حديث الزمان في العصر الحديث دائما ما يدعو إلى السرعة في كل شيء ليطال ذلك تلك المساعي التي تنادي إلى ضرورة تجاهل الكتاب الورقي مدام هناك كبسة زر تتيح للقارئ الوصول إلى أي إصدار برمشة عين هنا جاء لزاما أن يطفو إلى السطح مشروع تحدي القراءة العربي الداعي إلى تشجيع قراءة الكتاب الملموس لدى صناع التغيير وقادة المستقبل في العالم العربي بجميع فئاتهم الدراسية عبر التزام أكثر من مليون طالب مدرسي بالمشاركة في قراءة خمسين مليون مؤلفا خلال كل عام دراسي عندما اشتركت استفدت منها كثيرا وقد تأهلت للمرحلة النهائية قرأت خمسة عشر كتابا وأذكر أنني قرأت الأسد وابن آوة والغزال أتمنى أن أصل النهائيات وأنمي مهاراتي أكثر وأكثر وعليكم أن تشاركوا في هذا التحدي لأنه سينمي مهاراتكم التلخيصية والقرائية في كل كتاب هناك عالم مختلف لذا أحب أن أشارك سنة أخرى في التحدي القراءة العربي عملية تمر بمراحل خمس تنتقل نحو تلخيص ما تم قراءته في جوازات التحدي لتأتي بعدها مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة تتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ومن ثم مستوى الأقطار العربية وصولا للتصفيات النهائية التي تعقد في دبي سنويا في شهر مايو أنا مشاركة في تحدي القراءة العربي قرأت خمسين كتاب ومليت خمسة جوازات لقد شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي تلك التجربة المميزة والرائعة والتي يصعب وصفها أتاحت لنا الفرصة الذهبية للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خالصة خمسين كتاب ونحن قعد أعيد الكتاب فيهم وراجحهم أساس نسوي التصفيات البدائية إن شاء الله وإن شاء الله نتأهل النهاي مشروع تحفيزي يعتلي قمة أهداف واضحة تنصب حول زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى طلبة العالم العربي وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقدي وتوسيع مداركهم ناهيك عن سعيه لتحسين مهارات اللغة العربية لديهم إلى جانب تعزيز الحس الوطني والعروبة وترسيخ الشعور داخل نفوسهم بالانتماء إلى أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أنا كتجربة مني من كثير ما أنا قرأت قصص من قبل تغيرت حياتي 180 درجة أنصح لكي لأنه يقرأ نفس ما تغيرت حياتي وتنظمت حياتي اليومية إن شاء الله تتغير حياتكم وتتبدأ نفس ما تغيرت وتستفيدون واجه وعرفت إشنا أنا قرأ في علم النفس وتنمية العقل لتطوير الذات التحدي القراءة جدا ساعدني ونام قدراتي على القراءة ويعني تعرفت على كاتبين من كل القصص وفودتني التحدي ساعدني أطور من نفسه من لغتي العربية الفسحة كثيرا ساعد شجعني للقراءة الناحية الأولى شجعني حتى أرفع نفسي في اللغة العربية وبالناحية الثانية ربما الهداية التشجيعية استفدت ودشاء في الحياة العملية وفي الدراسة بعد مشروع تحدي القراءة بنسخته الثانية أصاب وأفلح في توحيد الجهود التعليمية للاعتناء بفكر طالبة هم معرضون بالأساس لأي هجمة تستهدف محيط تقدمهم وتحد من توسيع آفاق تفكيرهم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات وللوقوف أكثر على جوانب مشروع تحدي القراءة وطبيعة الأثر الإيجابي الذي أحدثه معنا في الاستوديو سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم أهلا بك دكتور بداية دكتور دعنا نبدأ من أهمية مثل هذا المشروع المعرفي من وجهة نظركم الشخصية وأيضا العوائد الإيجابية لهذا المشروع أول في البداية سمحيني أن أقدم خالص التحية والتغرير لمشاهدين تلفزيون مملكة البحرين لا شك أن هذا المشروع كما تم تطرق إليه في التغرير مشروع رائد تفضل به حضر الصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي في الواقع أن هذا المشروع الذي تقدم به سموه أحدث نقلة نوعية على الصعيد العالم العربي فقد تشرفت مملكة البحرين مع باقي الدول العربية وبعض الدول الدولية أيضا دول أخرى في المشاركة في هذا فأنا تذكرناك في الاحتفال كان ملايين من الطلاب شاركوا فيها ثم تصفيات ثم أيضا حدثت أيضا نقلة نوعية بأن اختاروا عشر من كل دولة وشاركوا وكان من مملكة البحرين ولله الحمد إنجازين الأول أن أحد الطالبات البحرينيات تمكنت للحمد بنين المركز الثالث على مستوى الطلاب خصوصا وأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين ونص شاركوا في هذه الجانب والذي أيضا يدعو إلى الاعتزاز أن أيضا مدرسة خاصة بحرينية كانت من ضمن أفضل ثلاث مدارس من أصل ثلاثين ألف مدرسة شاركت في هذه المسابقة هذه الإنجاز الكبير هذا الإنجاز الكبير الذي أحدث نقلة نوعية بحيث أن نعزز مفهوم القراءة فنحن أيضا كما تعرفين إخت الفاضلة أمة أقرأ الذي عزنا الله بكتابه الكريم فبالتالي هذا ينسجم مع تعزيز الاهتمام باللغة العربية واللغة العربية هي أيضا تعطي أفاق أكبر للطالب فكان هناك إنجاز بحريني شارك فيه زملائي سواء كان في وزارة التربية أو في المدارس أو أبنائي الطالبة فلهم مني اليوم أكرر شكري وتقديري لهم أيضا نعم دكتور فإلى جانب المشاركة في هذا التحدي بالطبع تقوم الوزارة بالعديد من الجهود ربما لتحفيز الطلبة أكثر على القراءة فلو تطلعنا على هذه الجهود والله أستاذ الكريم هذا إنجاز كبير الذي هو يتمثل كيف نشجع ابنائنا على القراءة اليوم كما تعلمين أن القراءة تعطي ساعة أفق للطالب تعطي أيضا ترفع من تحصيله الدراسي لذلك وزارة التربية والتعليم لها عدة مشاريع على هذا الصعيد الهدف من تشجيع وتحفيز أبنائنا الطلبة والطالبات للاتجاه للقراءة حتى اليوم نستقل مشاريعنا التطويرية منظومتنا الإلكترونية لأن كثير من الكتب أيضا اليوم تم تحويلها على الجانب الرقمي لذلك في وزارة التربية والتعليم بشكل مختصر أبين لش أكثر من جانب من جانب الأول نحن عندنا حوالي 209 مدارس كل مدرسة فيها مركز مصادر التعليم هذا المركز فيه كتب فيه أيضا أجهزة إلكترونية ممكن نستعين فيها الطالب أو الطالبة وإضافة إلى ذلك الوزارة لديها تسعة مراكز مصادر المعرفة اللي كان يطلق عليها سابقا المكتبات العامة هذه المكتبات فيها جزء أيضا مخصص لأطفال في حوالي لو حسبناها أكثر من 95 ألف كتاب هذه الأمور شجعت أبناء الطالبة على الإقبال أكثر على التعليم من خلال التوسع من دراك الادراك عندهم توسع أيضا الطلاح مع العالم نحن نعيش في قرية صغيرة جدا وهناك معرفة تتجدد كل لحظة فبالتالي إحنا وجدنا الطالب المتميز لديه شقة القراءة اطلاع بها متابعة لها وتعزز عندها قضية النظج قضية سعة الأفق والإبداع والمعرفة واليوم إحنا عندنا ننفذ من ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم مشروع هو الاستراتيجية القرائية تطبق في حوالي أكثر من 112 مدرسة المرحلة الابتدائية وميزة هذه أنها قامت وزارة التربية والتعليم إضافة إلى الكتب الموجودة داخل مراكز مصادر التعلم قامت وزارة بتوزيع أكثر من 2500 كتاب وتدريب المعلمين وتدريب الطلبة على أساس القراءة المجتمعية وفي مبادرات داخل المدارس أن خلال الفصحة الدراسية يأخذون ركن داخل حريقة المدرسة ويقومون أيضا بإتاحة فرصة للطلبة والطالبات الطلاع على بعض الكتب وناقشت بعض الكتب أنا أعتقد إحنا محتاجين دائما إلى دعم أخواني الكرام أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم الطلبة والاستفادة مما توفره وزارة التربية والتعليم بالقبل كل الإدارات المعنية بتشجيع أبنائنا الطلبة لأن في الأخير كل ما استطاع الطالب أن يطلع أكثر كان أن يتاجه أكثر إبداعا وإن شاء الله هدفنا الأساسي أن دائما أبنائنا يكونوا متميزين نعم الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم شكرا جزيلا شكرا جزيلا